أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة الواقعة إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمصه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين وقال عز وجل كما ورد في سورة القيامة لا تحرق به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه صدق الله العظيم فبشح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقوة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا وعزنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتناب اللهم ورفقنا لما تحب و ترضى أمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين وهذا سيحدث سيحدث مع ترابيه، إنشاء الله. وأنا أخبرتكم بعض الهاتف أولاً في مجرد السيارة في هذا المكان سيكون لدينا، إنشاء الله، سيكون لدينا أشياء 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 لأن اليوم، أولاً أولاً أشياء، سيحدث سيحدث مع بعض الواضحات، بعض الواضحات، بعض الواضحات والفقرات عن القرآن الحكيم ثم سيحدث سيحدث عن سورة الفاتحة، ثم في الثاني سيحدث 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 سورة البقرة. سيحدث عن القرآن، أولاً جميعاً نعتقد أن القرآن هو اللحة اللحة. القرآن كلام الله، هو اللحة اللحة اللحة. وي تعد در اتعاناً، وتعاواً و تبحث ان آ economist آن الله . وتعاواً و تستقبلية الجبي، اللحة 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 اللحة. ما ما لدينا في نفسنا هو قرآن محفوظ هذا القرآن محفوظ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ في مكان آيات من سورة الواقع في كتاب مقنون هذا القرآن الكريم وفي كتاب مقنون لا يمسه إلا المطهرون ومن ذلك كان ذلك محفوظ إلى محمد صلى الله عليه وسلم لذلك حقاً قرآن محفوظ هناك ذلك لذلك قرآن محفوظ سورة الزخرف حاميم والكتاب المبين بهذا القرآن محفوظ لذلك قرآن محفوظ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعَقِلُونَ ومن ذلك قرآن محفوظ و هنا في حقيقة المساعدات هم العربين الذين كانوا أولاد المساعدات القرآن. سأتحدث عن هذا الموضوع بعد ذلك إن شاء الله. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي الحكيم. و هذا القرآن يكون في المساعدات المساعدة. أم الكتاب. المساعدة المساعدة. لدينا. إنه معنا. اللعلي الحكيم. و هذا القرآن يكون مددًا و مددًا. لذلك القرآن مع الله سبحانه وتعالى. في لوح محفوظ. في كتاب مطنون. في أم الكتاب لدينا. و هذه المساعدات المساعدات القرآن التي يكون في لوح محفوظ. من هنا. و هذا القرآن كان مددًا. و هذا القرآن كان في دو ستجات. أولا. في واحدة لغة محفوظ. حوالي 610 سنة قرآن. واحدة لغة رمضان. أي ليلة القدر. كل القرآن. من الله محفوظ. و من أم الكتاب. كما قلت لكم. كان مددًا إلى الأولى. حقاً أولى الأولى الأولى. من الأولى الأولى. ولكن من الأولى 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 الأولى. كل هذا القرآن كان مددًا في ذلك الليلة القدر. إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنَ الْفِشَارِ. تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَرُّوهُ فِيهَا بَيِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرُ. سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِي الْفَجْرِ. وَمَا أَنزَلُ الْخَيْرِ بَيَّنْ عَنْزَلُ عَمُونَهُ فِيهِ الْقُرَانِ. ذَنَزَلُ لِلَّاسِ وَبَيَّنَاتِ مِنَ الْهُدَى وَالفُرْقَانِ. للإنسان هذا الرقل من قرآن النتائي الذي يتساق في قرآن هو أنزلنا أنزلا ينزلو انزالن، لأن هذا يعني أنه جميع أكثر إلتانا سعيدًا يسأل سعيدًا شيء في مرة أحد أحد أكثر لذا كلها قرآن تمسي من ذلك لحي محفوظ، من ذلك كتاب المطلون، من ذلك أمو الكتاب إلى الأولى الآن هذه النقرية كانت أنه من هناك كان محسن إلى محمد صلى الله عليه وسلم عبارة يبرايل سلاة والسلام وهذا كان عميزًا 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 وكانه يتخذ 22 سنوات القرآن في محمد صلى الله عليه وسلم ومن كان محمد صلى الله عليه وسلم نصبع لأنه سهل ربما الله سبحانه وتعالى لكن هنا اريد ان أردت أنه كان من إبراهيم صلى الله عليه وسلم إلى إسماعيل صلى الله عليه وسلم ويتعرف عنه تسائل قريش الذين تصبح لأبراهيم وإسماعيل صلى الله عليه وسلم و analysts جمعوا بأنهم كذلك كذلك أمو القراء ذلك تلك المكارم لذلك في الحقيقة ، هذا هو المكان الذي مصره محمد صلى الله عليه وسلم في عام 571 سنة رسالة. وعندما كان ذلك في حوال 40 عامًا ، فهذه المصرحة بدأت له في غارة هراء ، وكان ذلك المصرحة 610 عامًا ، كما يمكننا أن نعرف ومكننا أن نعرف. الآن في هذه 22 عامًا القرآن ، في حوال 12 عام محمد صلى الله عليه وسلم في مكة. لذلك المصرحة القرآن التي كانت تظهر في هذا الوقت ، يسمى المكي قرآن ، المكي سورة ، ويقى في حوال 2 ثالثي من الجلال القرآن. ثم يزروا في الامن 624 عام ، 622 عام إلى المدينة منورة ، ومن ثم إلى سنة رأيه في المدينة ، أيضًا تصوير عامًا ، يتركوا في المدينة ، ولكن في هذه 10 عام ، يستمر عيشة أيضًا ، يعني يعرف عامًا ، بضل عامًا ، ثم يجب أن يذهب إلى طبوك، وهو تقريب إلى السرعة منزل السرعة. يجب أن يذهب إلى مختلف منزل العربية. لذلك في هذا التالي من 10 عام، سورات والأيات القرآن التي تحديدونه إلىه مدني سورات، تحديدون مدني سورات. حتى كلها لم يحديدون في مدينة. بعضهم احديدون في مدينة جهازت مختلفة، أين كانت في مدينة. ولكن تعلم أن كل ذلك منزل القرآن، التي تحديدون بعد 10 عام بعد إجراء، حتى إجراءه، هذا يسمى مدني سورات أو مدني قرآن. الآن هذه المقرآن بين مدني و مكي سورات القرآن تقرأ بالمثل من المزلات، تقرأ بالمثل من المزلات، تقرأ بمكي أو مدني. ولكن هناك بعض المزلات منزلات عن بعض سورات، وتقرأ بالمثل من آيات أيضا. هناك بعض المزلات التي تحديدون في مكة، ولكنهم تحديدون في مدني سورات. أو بعض المزلات التي تحديدون في مدينة، ولكنهم تحديدون في مكي سورات. ولكن كما قلت لك، بالمثل من المزلين والمسلمين، لأن هذه هي مكي سورة، وهذه هي مدني سورة. ومثل من المزلات من المزلات هي سورة الحج. في بعض الناس، هذه مكي. في بعض الناس، هذه مدني. ومثل من المزلات من المزلات، من المزلات من المزلات هي مدني، من المزلات هي مكي. ومثل من آيات، لقد رأيت بعد ذلك، بأن هذه هي قرأة من عبدالللہ بن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن بعض آيات كانت تحديدون عندما تحديد المزلات التي محمد صلى الله عليه وسلم تحديد، عندما كانت تحديد من مكة إلى مدينة، دور هذا الناس، هذه آيات كانت تحديد. لذلك، هذه سورة، نحن نستطيع ان تحديد من مدني ومكة، سورة الحج، عن المزلات التي تحدثت عنها، حقًا هناك مصنصص، هناك محبورات محبورات عن مدنية، عن مدنية أو مدنية. الآن، ایک مقصان، من كانت قرأة من القرآن؟ من قرآن قرأة؟ لقد أردت هذه بشكل دو مدينة، أولاً والاقرآن، من قرآن، من قرآن، من قرآن وإبراهيم وإسماعيل، وقرآن لديهم قائل أميين، لأنهم لم يتم تحديد أي بس. لم يكن هناك بس. من قرآن، من قرآن وإبراهيم وإسماعيل، صلى الله عليه وسلم. لذا، هذه الناس، من قرآن، 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 انقطنت الأعمال، وتمن قرآن، وعندما تعلمون أنهم لم يؤمنون في العنجيل ولكنهم لم يؤمنون في طورة في الأولى ومع كل هذه المسكتورات من الروفات لذلك حقًاهم يسمون أهل الكتاب وعندما كانوا يحبون في القرآن ويحبون أيضاً أيضاً أحبون القرآن لأن الكثير من الروفات في العربية ويحبون أيضاً أحبون في العربية لذلك هذه الناس قرآن تساعدها أولاً ولكن ازالي الوحيد من الوحيدة هي تساعدة القرآن كل الناس كل الناس الذين كانوا يحبون في هذا العالم في الموقع محمد صلى الله عليه وسلم القرآن تساعدها أيضاً يا يهن ناس يا أحبون في المدينة يا بني آدم يا أحبون آدم حقاً لذا الذهاب محمد للتحكم كانوا يحبون وما وقت تحسى أول الناس الذين كانوا في المنزل في محمد صلى الله عليه وسلم ويتم المتحدثين الذين كانوا لجواناً إلى هذا العالم حتى الخصوص هذا العالم حتى الآن لكنهم يحبون وأنتم أنهم يحبون أعجبون التي فرحصل بإذناء أنهم خطوي لهم ذلك المسيف يجبون ويحبون تكون متحدثاً وت cũ من السمالات ببحمد صلى الله عليه وسلم وعائي هذا الشهور تعرف معرفة محمد صلى الله عليه وسلم. فقد ادرسوا نفسه الناس الارباء من العربية والجوانين والخريسانين من الوقت. الانتراض من الانتراض حقاً هذه المساعدة كانت تحصل إلى المسلمة بمحمد صلى الله عليه وسلم بأن الآن كانت مجموعة لتحقق ومتحق ومتحق هذه المساعدة من الله سبحانه وتعالى لكل كل من الناس حتى الثالث عن هذا العالم. لذلك أعطاً 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 لأن عندما تحقق القرآن ونحن نحن نفهم لذلك علينا أن نفهم دو من المساعدة من كل كل آيات أولاً علينا أن نحن نظام آيات أو سورات في الممتدل الشرحي المصرون ، أين أنه إنتمو شرحين؟ كما focused bubblesه؟ إنهم أحدく كانوا بعض جحتيهم ؟ باللغة المتحدة في البعض . ما كانتهم إدارة؟ ما كانتهم إصداراتهم؟ ما كانتهم إحساساتهم؟ ما كانتهم إحساساتهم؟ كل شيء يجب أن يكون في الواضحة. الواضحة الواضحة. هذا نسمع في المصرحة الإسجارة القرآن، تَعويلُ الْخَاسُ، مع المشاهد من المشاهدين من الموقع عندما كانت محاولة. تحصيل الواضحة الواضحة في هذا المصرحة، و H سريد أن يفهمنا أيضاً ما كانت هذه الواضحة الواضحة المعلقة التي الناس لم يفهم في هذا الوقت، في هذا النقل في حوالة حقًا. وعندما كان هذا القرآن خصوص للح MenschLE، لتغ thorough الضمج Land to come. لم يقص على الواضحة إسراء البشر، لم يقص على التراثات الأرض. لم يقصوا على الواضحة إسراء إلى الموحدة. ولكن العالمية العالمية. لذلك نحن نحن نفهم القرآن دولة طريقة بجمع المسلحة. هذا يسمى تابيل العام. انظر إلى المتحدث ما يعني. ونحن لا تقوم بها معاً 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 معاً. اخذها من ذلك معاً. ونحن ذلك تفكرهم. 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 تفكرهم وحاولة طريقة طريقة معاً معاً. وحاولة طريقة تفكرهم منها تفكرهم طوالة والا ثلاثة والدرسل المسلحة التي اللهم سبحانه و تعالى محسنون لتعاونها. الآن ، سوء حسنًا سورات قرآنية في المسحف التي نقوم و نسألها و السوء فيها ما يشارك. هذه الأولى مختلفة. المساعدة المتحدة والمساعدة المساعدة 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 التي لدينا هذه الأولى مختلفة مختلفة. كما نعرفنا ، المكتي سورة، المساسي الأساسي هو أنهم مختلفوا في مكة. سورة, متمار مشارك تترون قبل جسر وہ نساعدة المساسي م waited من النصب. têmما بعض نساسيش شراء م Istvahat انكم فصل بنا المساسي بكحت ن internation من النصب. الواقعة ، بصILY معصف ، sw 작은 عل علی عبران ، يعمل لسلطة المائد ح�ثیت نصب잖아요 ، بعد 12 سنوات من البداية من الوحيد. لذلك السلطة المسحفة والسلطة المسحفة هي مختلفة. الآن يجب أن نفهم كيف كان القرآن مجموعة وكيف كان مجموعة. المجموعة والمجموعة القرآن كانت مجموعة في ثلاثة. أولاً، القرآن كانت مجموعة في ثلاثة في حيات مجموعة في حيات محمد صلى الله عليه وسلم بسرطة المسحفة من حضرت جبرايل صلى الله عليه وسلم. عندما كانت المسحفة المسحفة، المسحفة قلت إلى الناس الذين قرروا هذه المسحفة، هناك بعض الناس، بعض الناس، بعض الناس الذين قرروا لهم. قاتبين وحي، نسمعهم، الذين قرروا تلك آيات، قرروا هذه آيات بعد تلك أيضاً آيات في هذه السورة. هذه السورة كانت مجموعة في حيات، كما كانت مجموعة، لا في السورة المسحفة، ولكن في السورة المسحفة التي نحن اليوم معنا. و هذه المسحفة القرآن كانت مجموعة في حيات محمد صلى الله عليه وسلم. بعض الناس لديهم بعض الناس عنها، ولكن في الحقيقة، إنها مجموعة، إنها مجموعة، إنها مجموعة قرآن، إنها مجموعة قرآن كانت مجموعة في حيات محمد صلى الله عليه وسلم، وقت له، ولكن، إنها مجموعة في حيات المسحفة، إنها مجموعة في هذا المدرسل جميعاً، إنها مجموعة في مدرسل جميعاً، إنها مجموعة عظيمات، وإنها كانت تلك القرآن، ونحن نعلم بذلك من جدًا تدريبات أن في كل رمضان، رمضان المبارك هذا المنزل، حضرت جبريل صلى الله عليه الصلاة والسلام يأتي وقرأت القرآن، ومع ذلك معه، حضرت محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام، أيضا قرأت القرآن. لذلك، كما قرآن كانت تشاركت، القرآن كانت تشاركت أيضاً، وفي خلف رمضان المبارك تشاركت، حول محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام، فحتضاً لزول مماذا حضرت قرآن صلوات والسلام، في عام ihm محمد صلى الله عليه وسلم. ولكنه تم اجراء ممتح في مصرف مجرد في دوة من سنة و ثلاث عام بعد موحمد صلى الله عليه وسلم. لأننا نعلم ذلك. كانت تفعل في تقلل الغالثة حضرت ابو بكر رضي الله تعالى. وسببه في تقلل الغالثة هو ثلاثة ووثنان ونوان. لذلك في تقلل الغالثة هذا مصرف ممتح في مصرف 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 مجرد. ثلاثًا ، في الوقت الماضي من حضرت عثمان رضي الله تعالى عنه كان ذلك في صفحة مختلفة وهذا صفحة نحن نحن نسمى عثم عثماني هذا صفحة كانت تخلصت من حضرت عثمان رضي الله تعالى عنه ولكن فقط صفحة 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 أيضًا كانت تخلصت وهذا كانت أيضًا خارج من سنوات من الموت محمد صلى الله عليه وسلم لأن تعرفًا حضرت عثمان رضي الله تعالى عنه و Horizانت عشر الكاليفة هي 12 عاماً. فإنها 12 عاماً حضرت عبو بكر و عزرت عمر رضي الله تعالى عنه ماما. يعني بذلك قبل تأكد الأولى الثلاثة بعد الموت محمد صلى الله عليه وسلم كانت أيضاً قتلًا محدودة، ونحن نحن لدينا قوابات أيضاً بأسنة قتلًا في المتحدة. وهذا يسمى الرسم العثماني رضي الله تعالى عنه. الآن بعض القرآن عن القرآن. القرآن يسمى آيه. لا نسمع لها قرآن. لا نسمع لها قرآن. بعض القرآن تستخدموا لها قرآن. ولكن لأني أعتقد أننا لا نسمع لها. لا نسمع لها قرآن. آيات. ولكن إذا آيات، تعلمون، إذا كان هناك ملحق بعد ذلك، نسمع لها آيه. لذلك هذه الأشياء تسمع لها. آيه و آيه. هم同じ. ومثال قرآن يسمى آيات. الآن آيات، تعلمون، أنهم أيضًا ومعاً أيضًا. نحن نعلم، تعلمون، حروف مقتعات، لذلك يتحدثون آيه. حاميم، إنه آيه. وإذن لا مميم، إنه آيه. ثم وَالْعَصْر، إنه آيه. إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرُ، إنه آيه. وإنه هناك آيات، في جميع أن تكون ملحقًا، آيات القرسي، مثلاً. ومثال آيات، واحدًا من المغربين آيات القرآن. لذلك، هذه آيات، تعلمون، لا تكون مقابلتاً على أي غرماتي، أو أي مقابلتاً، على مقابلتاً من المغربين، هذا مقابلتاً على، كما محمد صلی اللہ علیہ وسلم قالتنا. ونحن نسمعها، في هذه الترمانات، توقيفی، هذه أمور، هذه الأمورات، توقيفی، تكون موقف علیه، على قصة محمد صلی اللہ علیہ وسلم. كما قلتاً, لاحقا، لا یه ورگنم Hungry, لا زرست vamos، لا میرا لده، الآن، نسان تذكروا they sellےこれは here are about 6,666. There is some difference in number, but roundabout 6,500 آيات القرآن. کرانAllah. الآن، water, second term is surah and the plural is سور. لكنك تعلم أن هذه الغابة لأنها لا تتعاملت عظيمة. سأتكون لديه الغابة سورة و سورة في هذه المساعدة. عندما تتعاملها في العمالية. وما هي سورة؟ سورة ليس لديه أسفل. أرجوك اشتركوا هذه المصرات لا تتعامل لقرآن. هذه المصرات التي نتعامل عن المساعدة في المساعدة. سيطرات، سورة. لا يوجد سورة في القرآن. ثم لا يوجد سورة. هذه لم تكن سورة. لأن نعرف أن تتعامل لكل سورة، يجب أن يكون هناك تجانب مباشرة. وهذا تجانب يجب أن يكون تساعد في ذلك سورة. فهي لا يجب أن يتعامل في الثورة أو الثورة. لكننا نجد في القرآن أننا أيضًا في القرآن إذن أن تتعامل آدم و إبلية تتعامل في سورة سورة للمقرآن. لذلك حقًا إنها ممتع مدينة. هذا ليس كمان كما نعلم كلمة ، كما نعرف الكلمة ، من المسكين. هذا هو كمانيك في نفسه ، ويوجد افسه افسه ، افسه افسه ، افسه افسه ، افسه افسه ، افسه افسه. لذلك ، آيات ، ثم آيات ، يتحدثون معاً في سورة ، هناك 114 سورة القرآن. و هذه سورة ، أيضاً ، أيضاً ، ثلاثة سورة ، هناك ثلاثة سورة ، فقط ثلاثة آيات ، وَالْأَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاسُوا بِالصَّبْرِ سورة is complete. بالنسبة لذلك ، اِنَّا عَقَيْنَاكَ الْكَوْسَرِ فَصَلِّ الْرَبِّكَ وَالْحَقِّ إِنَّا شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرِ سورة is complete. وبالنسبة لنا نجد سورة البقرة ، 286 آيات. ومن هذه 286 آيات ، هناك بعض آيات ، التي تقلقاً لذلك ، آيات الْكُرْسِي ، تقلقاً ثلاثة سورة الْأَصْرِ لذلك ، هذه اجتماعات جانبتنا اضافة ما ، ما ، سورة الْبَقَرَى سَلَى لنا ، هذه تواقيفي امور ، لا تقلقاً باقية لجميع الأجراء ، لا تقلقاً باقية لجميع الأجراء. فقط الأجراء هو ، کہ فرسة تقول لنا ، یہ سورة البقرة ، سنوات هنا ونوات هنا. سورة آل عبران ، سنوات هنا ونوات هنا. إنها بخلق أو بخلق ، ممكن أن تقلق ، لا تقلقاً باقية ، مختلف ، مختلف ، مختلف ، مختلف ، ولكن ، لما تقلق ، هناك مختلف ، كل سورة لديه مهمة بسطور ، وكل آيات بسطور ، بسطور ، معلومة بسطور ، بسطور ، بسطور ، لن تعلم ، ولكن ، لا تقلقاً كما نتجد في دولنا. إنها مختلفة في نفسها ، وحقًا بسطور ، فقط احد ایک أعجاب ، لذلك ، وقالتاً ، ببعض سورة القرآن بسطور ، سورة البقرة ، سورة آل عمران ، بسطور ، بسطور ، بسطور ، المصف تحدث مع ، مُعَوَّضَتَيْن ، قُلْ عَوضُ بِرَبِّ الْفَلَقْ مُعَوضَ بِربِّ الْنَاسَ ، بسطور ، بسطور ، بسطور ، نافذ بسطور ، بسطور ، وَضُحَا وَاللَّيْلِ ذَاسَ جَا، أَلَمْ نَشَعْ لَكَ صَدرَقْ بسطور ، اِبونة معارضات محός inventory ٹانس wsp تحدث ، يعجي محمد صلى آخر شرم ، منز strongest ، بسطور ، بسطور ، وزوجة بسطور ، يَا أيُّها المظمل، يَا أيُّها المضتصر، يَا أَيُّهَا الْمُزْدَمِّلُ هُمِ اللَّهِ لَا إِلَّا قَلِيلًا يَا أَيُّهَا الْمُدَّصِّرُ كُمْ فَعَنْزِرُ إنه مجردًا مجردًا. لذلك كبيرة سورة القرآن تكون مجردًا. إذن هناك سورة التي لا تكون مجردًا. إنها مجردًا. إنها مجردًا. وكبيرة سورة تكون مجردًا مجردًا. ولكن حقًا نحن سوف نتحدث عن هذه الأشياء في نفسنا. سوف نتحدث عن هذه الأشياء. الآن هذه سورة. الأشياء سورة تكون مجردًا إلى رقور. هذه المجردًا لم يكن موجودًا في الوقت أو في حالة الصحابة. لقد كانوا بعد ذلك. في حالة عميضة. ومن المجردًا ليس كثيرًا من الكثيرًا. وهو حجاج بن يوسف. هو هو المجرد الذي يتحدث عن سورة العقارة في العقورة. لماذا؟ لأن معرفت أن تستطيع سوى بمجردًا ت pernah شوار الأماعة في حق دها. لذلك يمكن أن يكون هناك بعض. لذلك أن تستطيع سوى يسيطتهم في حق دها. لذلك لهذا سنطلب. ليس هناك لكل حق دها. المساعدة هي نفسية، ركاة، ركو، ركات، وركو، كل هذه الأشياء. فلسلسل ركات، يمكنك تساعد، فلسلسل ركو. لذلك فلسلسل سيحدث في فلسل ركو. لذلك كان هذا مصر بعد ذلك، لكنه لم يكن موجود في المنزل الورفة أو المساعدين، رضي الله تعالى عنه. با نفس الشكل ، فهو تماماً درسل الوران ببعض إلى نسخ ملوانات، التي نسمح بارات، ومساعدت في القرآن. هذا المقضل أيضاً للمنزل بعد، ونعرفنا لا نعرف ذلك ، لكنه لنضبط ليس كانت تحت في عقل الورفة أو المساعدين، هذا لقياس بمسلمين، لذلك كل مسلم يمكنك رؤية وقرأة واحدة من القرآن، كل يوم، لذلك كل يوم، فإنه يمتلك كل يوم، فإنه يمتلك كل جميع القرآن. ولكن هذه دفعاً، هذه دفعاً، ركوز و پاراد، أو فارس، كانت تحدث بعد ذلك. كانت تحدثون في الناس من النبي صلى الله عليه وسلم، أو من المجمعين رضي الله تعالى نمجبعين. ولكن ثم تعرف، أيضاً آخر، الذي نجد في الحادث، يعني حصول قرآن، أيضاً حصول قرآن، فكانت تنظر مجتمعين في ذلك كيفية حصول قرآن كانت تحدثة أو تحدثة إلى سناً جبماً، جبماً جبماً، بعضاً حصول قرآن أكثر من نوعاً فارس، أولاً حصول قرآن أكثر من نوعاً فارس، بعضاً لأنه تعرف أن تحدثون 30 قرآن، وقد تحصل إلى سنوات. فما ستحدث؟ وقت سفرسل في نفسه. ولكننا في بعض الأحيان هي سفرسل. في بعض الأحيان هي سفرسل. في بعض الأحيان هي ملتين في سنوات. كما أخبرتكم. ولكن العظام... وهذا كان للميزم في توقف الصحيحة، حصب. لأن الناس الذين كانوا يملكون الأحيان لقد كانوا يحبون القرآن يستطيع تحصل إلى القرآن كل أشياء. لذلك يجب أن يقوم بخلق القرآن في سوى مجدد لكي يمكنهم تقوم بخلق القرآن في سوى مجدد سوى مجدد لذلك نحن 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 أن المصورات تقوم بخلق لذلك لا تقوم بسطورة في هذه المقبل إلى مصورة أو مصورة كما نسمع في أردو ومصورة مصورة ومصورة هذا العربية يتعامل لدينا ثلاثة في الأولى اذا جائ interceptت سورة الفاتحة التي هي الأول من الناس قرآن ثم ثلاث سورة البقرة سورة عالمران سورة النشاء سورة منزر ت时م ثم تقوم بعمل سوى 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 انزر سوى 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 ihr انزر سوى 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 ثلاثة في ثلاثة سوى 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 ثلاثة تأتي في مصورة دائعة 13 x 5 رده 65. لذلك يجب على مستهجة، لذلك هو مستهجة، ومثلات ردية قادمة، 3, 5, 7, 9, 11, 13، وظهر 65. لذلك كانت هذه التفزيطة من القران إلى 7 أحزاب أو 7 منازل في السنة الصباح. آخر، هناك موقع هذه سورة. وإضافةً، هذه أيضا في 7 موقع. هؤلاء ساعتقلات期ين يرى مدن السوراش Rather يمجزأ. نيةً ف 노�لاد القرآن، بسبب مدن السوراش و حول مدن السوراش ثم و حول مدن السورات. لذا أكون أline، ثم دو أو ثم، مدن السور Sunshineغم، ثم Peterпер،' ثم سوركان جمع. ثم مدن السورآ، ثم في العام الأخ في العام الأخ في العام الأخ في العام الأخ في العام الأخ. بعد اخ fin، بعد انتفق، وacity. وت проч. هؤلاء؟ هو أيضا ساعت伐. نحن نجد في القرآن في القرآن سورة الفاتحة هي الأولى سورة التي هي مكتی، فقط واحد. ثم سورة المدني سورة، سورة البقرة، سورة آل امران، سورة النساء، سورة المائدى، وهذا يحصل إلى القرآن في القرآن. ورحوث سورة مدني، سورة الأنفع، سورة الطوبع، وهذا هو الثpoon 회 page. ثم آخر م spontه ، لدينا 14 سورة مدني جمات منراً مدني، سورة الحظة لنور. ثم السورة ال جورة يreiben بنناً مدني، وهذا سورة النور. ثم ثم م Ruhr مدني، سورة النابلز تأخر، anthiro، سورة مدني صورة الاحذاب، ثم اخر سورة لنودھ 13 سورة المدني، ثم ثلاث سورة محمد صلى الله عليه وسلم، سورة الفتح، سورة الحجرات، هذه هي مدني سورة. ثم تعرف من سورة القاف إلى سورة الواقع، هذه هي مكي سورة. من سورة الحديد إلى سورة التحرين، هذه هي مدنية 10 سورة. وهذا هو السيطة، وخيراً تعرف، تبقى، سواء مكي سورة، من سورة الملک إلى سورة الإخلاس. خلص اولاثين موامد صلى الله عليه وسلم، جميعاً فهموا مدني سورة. لذلك، هذه ومعنمهم أيضاً ، والجوم معضلهم لهم، هم سورة النظام من قبل، وخيراً جميعاً تعرف، واحد عام من معضل الملک، سورة التحرين، والخر влиتقاف عن تامل الملک، سورة الملک، سورة النظام من قبل، لذلك فإن هذا داخل التطبيق، لأنها سيء تلقى مرحاناً لك في صورة القرآن تتعاون، وعندما أريد أن أعلم ما هي المماركة من هذه آيات و سورة، لذلك هذه ترمونات ستحدثة. لذلك لذلك أردت أن أردت أن أخذتكم بسرعة ترمونات قبل أن نبدأ. وآن نبدأ بسورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالين آمين This سورة, the first point that should be noted is, This is the first complete surah revealed to Muhammad صلى الله عليه وسلم. Before this surah, there were isolated ayats which were revealed. No complete surah was revealed to Muhammad before surah الفاتحة. Five ayats in the beginning of surah al-alq. اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم First revelation. Second, the first seven ayats of surah al-noon or surah al-qalam. That is the second surah of 29th part. First seven ayats. Third, the beginning of surah al-muzzammil. Fourth, the first seven ayats again of surah al-muddassir. And as far as I think, and as far as many scholars have the opinion, fifth revelation was surah al-fatihah. And it was the first surah which was revealed to Muhammad sallallahu alayhi wa sallam complete. It consists of seven ayats. This number is agreed. Although there is a difference in counting. Some people include surah ayatul bismillah in this counting. Bismillah ar-Rahman ar-Raheem, ayat number one. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, ayat number two. And you know they count the last. غَيْرِ صِرَاطَ الَّذِينَ عَنَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الظَّالِينَ As one ayah. So the total comes to seven. But in the second opinion, and this is the opinion of Imam Abu Hanifah rahimahullah. And I also agree with this second opinion. I will let you know the reason of that later on. Ayatul bismillah is not included in surah al-fatihah. This is the opinion of Imam Abu Hanifah rahimahullah. This is actually a sign that a surah is beginning. And this is placed between all the surahs of the Qur'an, except one you know, surah al-tawbah. It has no ayat al-bismillah in the beginning or before it. Rest 113 surahs of the Qur'an, before those surahs this ayah has been written. It's only a sign that the next surah is beginning and the preceding has ended here. That's all. And this is not included and most of the people don't count it every time. Anyhow, bismillahirrahmanirrahim is not the ayah of surah al-fatihah. Surah al-fatihah starts with الحمدلللہ رب العالمين الرحمن الرحیم Second ayah مالک یوم الدین Third ayah ایعاک نعبد و ایعاک نستعیم Fourth ayah اہدن السراط المستقیم Fifth ayah سراط اللذین علمت علیہم Separately Ayah number six غیر المغضوب علیہم و رضا اللین Separately Ayah number seven This is the second mode of counting. Please note that seven This is agreed upon That surah al-fatihah consists of seven ayah But the mode of counting is different. Thirdly This surah has many names And it was the custom, you know, with the Arab people The thing which they liked more They gave it more names This surah, because This is a very important surah of the Qur'an Very basic surah It has, you know, more than fifty names have been enumerated By Jalaluddin Sayyuti rahimahullah And his very famous book Al-Itqan Fi ulom al-Quran But the most important are Al-Fatiha Why? Fatah yaftahu means to open something Miftah means the key to open the lock Fatah yaftahu to open something Al-Fatiha The opening surah of the Qur'an So this is actually the name which is most commonly known And commonly used And this is very meaningful Because with this Qur'an begins As if it is opening the Qur'an The opening surah of the Qur'an al-Fatiha But you know Ummul Qur'an Asasul Qur'an There are so many names Al-Kafiyah Al-Shaafiyah There are, as I told you, fifty names have been enumerated by Jalaluddin Sayyuti rahimahullah So these are the different names Then you know There is a hadith Of the Prophet ﷺ Narrated by Hazreti Ubayy ibn Ka'ab He is an Ansari Sahabi And the Prophet ﷺ gave him the title Akraw Akraw Sahaba Akraw Hum Ubayy ibn Ka'ab Among my sahaba The one who is most knowledgeable about Qur'an Is Ubayy ibn Ka'ab So there is a hadith Narrated by him In which the Prophet ﷺ had been reported to have said That this is the biggest And this is the most important surah of the Qur'an And like this surah No surah was revealed before it Neither in Torah Nor in Injil Nor in Qur'an itself This is unique And this is most profound So this is actually About such grandeur Importance Its profoundness This hadith is very important Then This surah is in the form of a prayer Although it's talamullah But actually What is it? It's a prayer taught to us We address Allah subhanahu wa ta'ala According to this surah Alhamdulillahirrabbilalameen We are praising Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahmanirrahim Malik yawmiddin Iyyaka na'abudu Iyyaka nasta'eed Only thee we shall obey and serve And only thee we ask for help So actually we are addressing Allah subhanahu wa ta'ala According to this surah But Allah subhanahu wa ta'ala Has taught us this dua This prayer And that is why this is the real prayer This is the real salah That is why the prophet said La salata limallam yaqra bi surat al-fatiha Bi surat al-kitaab Whosoever doesn't recite this surat al-fatiha In his prayer He has no prayers At all He has not prayed at all So actually this is an integral part of our prayer That is why we repeat it in every rakah The full surah is repeated in every rakah So actually what means the style of this surah Allah subhanahu wa ta'ala in this surah Has actually represented the position of a human being Whose nature is non-polluted, unpolluted, unperverted And who has the faculty of right thinking He can reach by his own thinking and ponderance and meditation He can reach the conclusion That there is a creator of this universe And he is Rahman and Rahim And secondly That we shall have to return to him For the rewards of our actions or punishments Of our misdeeds These things you know They are so much simple And so much known Absolutely known and apparent To the human nature That every human being Who thinks In a right way In a straight line Who has the faculty of reasoning In a straight line Who can use his logic In a very straight manner And number two His nature is unpolluted Unperverted He will reach these conclusions There is some creator That creator Is most benevolent Most compassionate Most merciful Then he has created us And he has produced in us A moral law A moral sense We know by our nature Something is wrong Something is right Something is good Something is bad When there is This This knowledge This moral law Within ourselves It cannot go unrewarded There must be some reward And that reward We don't find in this world So there should be another life So these are the basic things To which a human being If he is good nature Salimul fitrah And if he has the right thinking He is salimul aql He will read these conclusions But now He has to ask for guidance What should I do Where should I go What things are actually harmful for me I don't know I want to please you O Allah How should I do it I want to worship you O my creator I want to know you I want to love you I want to obey you I want to please you But how should I do it That is actually The You know This is the call of the nature And this call of the nature Has been given These wordings By Allah subhanahu wa ta'ala And they have been given to us In the form of suratul fatiha Just as we shall find Inshallah today In the fourth section Of suratul baqarah That when حضرت آدم Alayhi salatu wa salam Committed A sin He disobeyed Allah subhanahu wa ta'ala He ate the fruit Of the forbidden tree Then there was In within him A sense of guilt He wanted to apologize He wanted to repent He wanted to Ask Allah for his forgiveness But he didn't have the words With which words Should I ask the forgiveness Of Allah subhanahu wa ta'ala And we find in that section When fatalaqa adamu min rabbihi Kalimatin fataba alayhi When Allah subhanahu wa ta'ala Found in him That he is now feeling guilty He is now sorrowful He is now sorry Why I committed this mistake He wants to Apologize to me He wants to ask My forgiveness Then Allah subhanahu wa ta'ala Taught him the words Fa talaqa adamu min rabbihi Kalimatin fataba alayhi Rabbana walamna anfusana Wa illam takfir lana Wa tarhamna lana kunana minal khasireen In the same way If we imagine a person Who is right-minded Who is right-natured Good-natured person Who wants to lead A simple And right life But he wants to know What to do And what not to do He wants to have the guidance Now the actually His ihsasaat His feelings Have been given These wordings By Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillahi rabbil alameen Ar-Rahman al-Raheem Maliki yawmiddin Iyaka na'abudu Waiyaka nasta'eem Ihdina assiratul mustaqeem Saratul nazeena anamta alayhim Ghayril maghdoob alayhim Walabdaal deen So these are the wordings From Allah subhanahu wa ta'ala But the feelings Of a man A good-natured man Who wants to have the guidance So that is actually The style of this surah fatah That is why you know There's a hadith Very beautiful hadith In the sahih of imam muslim Rahimahullah And it has been narrated by Hazret abu hurairah This hadith gives us A very beautiful analysis Of surah al-fatihah Allah subhanahu wa ta'ala Has been reported To have said Qasmtu s-falaata baini Wa baini abdi nisfein I have divided The prayer That is surah al-fatihah Between myself And my bondsman In two halves Fa nisfeha li Wa nisfeha li abdi Half of the prayer Is for my For me And the rest of the half Is for my bondsman Wa li abdi ma sa'al And I grant For my bondsman What he has asked me And then there is The detail you know Description When a person says Iza qala al-abd Alhamdulillahi rabbil alameen Yaqulullahu ta'ala And you know We say But if we say From the depths of our hearts Not only Repeating the words Only you know Parrot like But it's the actual Our feelings Then we say Alhamdulillahi rabbil alameen Simultaneously Allah says Habidani abdi My bondsman Has praised me Wa iza qala al-abd And when the bondsman Says Ar-Rahman ar-Raheem Ar-Rahman ar-Raheem Allah says Yaqulullahu ta'ala Isma alayya abdi My My bondsman Has spoken High of me Then when the abd says When the bondsman says Malik yawmiddin Yaqulullahu ta'ala Majdani abdi Allah says My bondsman Has glorified me Now these three Ayat Are absolutely For Allah subhanahu wa ta'ala In the praise of Allah Alhamdulillahi rabbil alameen All praise be for Allah Who is the master And the creator And the sustainer Of all the worlds Ar-Rahman ar-Raheem He is benevolent Compassionate Merciful Malik yawmiddin And he is the sole authority On the day of judgment On the day of reward He is the sole authority He is the master Of the day of judgment Now this is actually Three ayat They are all For Allah subhanahu wa ta'ala Praising Allah Now the fourth ayat This is actually A bond A covenant Between Allah And the bondsman Iyaka na'abudu Waiyaka nasta'eem That is why You see These three ayat First three ayat According to the Arabic grammar They go to make one sentence Alhamdulillahi rabbil alameen Ar-Rahman ir-Raheem Malik yawmiddin Actually This is one sentence Although ayat are three Sentence is one But in the fourth ayat Iyaka na'abudu It's a complete sentence Vaiyaka na'as ta'eem Another complete sentence It is comprised of two sentences Oh Allah Only thee we worship Only thee we serve Only thee we obey And we shall translate it into future tense also Because in Arabic you know It includes present and future tense both Only thee we worship And only thee we shall continue to worship Only thee we serve And only thee we will continue to serve Only thee we obey And only thee we will continue to obey And in the same manner Vaiyaka na'as ta'eem And only thee we ask for help And only thee we shall ask for help We shall not ask help We shall not invoke Any other person Any other body We shall ask help from you and you alone Vaiyaka na'as ta'eem Now this is something in between the two First three ayat For Allah subhanahu wa ta'ala This is When the bondsman says according to this hadith Iyaka na'abudu Vaiyaka na'as ta'eem Allah subhanahu wa ta'ala says Haza ma'a baini wa bain abdi Wa li abdi ma'asal This is between me and my bondsman And I have granted for my bondsman What he has asked What we have asked Iyaka na'as ta'eem We want your help He wants my help I grant him my help And then now the last three ayat And that is why I told you I agree With the opinion of Imam Abu Hanifa That these ayat are three not two Ihjan al-sirat al-mustaqeem Guide us on the right path Sirat al-lazina anam ta'alih Sentence is one These three ayat also go to make one sentence Ihjan al-sirat al-mustaqeem Sirat al-lazina anam ta'alihim Ghayril maghdoob alihim Walab dha'al-leem According to the rules of Arabic grammar They go to comprise only one sentence All the ayat are Although the ayat are either two As enumerated by a certain group Or three As enumerated by the other people And I am agreeing with the second opinion Ihjan al-sirat al-mustaqeem Guide us on the right path Sirat al-lazina anam ta'alihim Part of those whom you blessed Ghayril maghdoob alihim walab dha'al-leem Who were not Who didn't have your wrath And your punishment And who didn't go astray So actually this is explaining the same thing Ihjan al-sirat al-mustaqeem Sirat al-lazina anam ta'alihim Ghayril maghdoob alihim walab dha'al-leem And that hadith Qudsi says When the abd says this The bondsman says these words Ihjan al-sirat al-mustaqeem Sirat al-lazina anam ta'alihim Ghayril maghdoob alihim walab dha'al-leem Then Allah says Haaza li'abdi walabdi ma'asal This is for my bondsman And I grant to my bondsman What he has asked for So actually I have I had you know Made a diagram of a Of a balance A balance says you know That to What should we call it? A stick And then you know The two sides And we have three ayat On one side Alhamdulillahi rabbil alameen Ar-rahmadil raheem Malik yawmiddin And that they are attached To that central beam And with the Iyyaka na'abud Wa is in the between Where you hold the balance That is wao And from wao The second side Of that beam Wa iyyaka nastareem And with this you know We have these three ayat Ihdina's-siratul-mustaqeem Siraatul-lazeen Anamta alayhim Ghairil maghdoob alayhim Walabda alayhim Very symmetrical Very balanced Qasamtu assalaat abayni Wa bayna abdi nisfayn I have divided The prayer between myself And my bondsman Into two halves Nisfahali Wa nisfahali abdi Half is for me And half is for my bondsman Walabdi ma'asal And I have granted To my bondsman What he has asked for And in the end We say Ameen What does it mean? O Allah Accept our request O Allah Be it As we have Requested you To do So let it be so As we have requested You to do So that is actually Ameen And that is The only difference Of opinion is That some people Pronounce it With a loud voice Others you know They just pronounce it With a very low voice But we have to say Ameen Whether Jahran Or with Iqfah But that is agreed upon That we must say it In the end Of this surah al-fatiha Aqoola qa lihada Wa astagfirullah li wa lakum Wa lisairi al-muslimbeena Wa al-muslimbaat The Islamic Organization Of North America Iona Is an organization Dedicated to reviving The Quran Into the hearts Of muslims While bringing Its message To non-muslims The obligations Of a muslim As ordained By the Quran And sunnah Can be understood As having four levels One A muslim is required To develop real faith And conviction Iman In one's heart Two A muslim is required To live a life Of complete submission To the will Of Allah Subhanahu wa ta'ala Three A muslim is required To propagate And disseminate The message of Islam To humanity As whole Four A muslim is required To try his utmost In establishing The just Islamic order The first and foremost Objective Of establishing Iona Is to assist The muslims In North America To uphold And implement These obligations First on themselves Their families Inform their friends And then to invite The non-muslims To Islam The ultimate goal Is to seek Allah's pleasure And salvation In the hereafter For more information About Iona Please visit us At www.tanzeem.us You may also Email us At Info At T-A-N-Z-E-E-M Dot U-S Or call Our toll-free Number 866-779-I-O-N-A Join us Together We can make A difference Afraid of everything For more information We can make Perhaps we'll be Based on Everyday We can do You If You See Hoş